اشتركوا في القناة يأتي العقاب والشفافية شعار يرفعه النادي الاهلي في كل الاوقات وما العيب في الاعلان عن عقوبة احد الابناء عند الخطأ في الاهلي تربين على ده تربين على الاخلاء تربين على العمل والاخلاص تربين على احترام القواعد ولذلك اصبح الاهلي فوق الجميع في الاهلي لا يوجد احد فوق المساءلة وكل شيء يدار باحترافية وادراق لقيمة الكيان هذا الكيان العظيم الذي يتعرض يوما ما بعد يوم لحروب واضحة هدفها فقط هدم النادي الاهلي لكن والحمد لله كل المحاولات الرخيصة دائما مصرها الفشل ويظل الاهلي قلعت الرياضة الاولى في مصر والوطن العربي والسيناريو ده احنا متعودين عليه في كل موسم يمكن من ايام ما كنت انا بالعب سيناريو بتكرر كل موسم وربما بنفس التفاصيل شائعات ومحاولات مستمرة لضرب الكيان وضرب الاستقرار وتأليف قصص وحكايات لا تموت الواقع بسلة وكل ذلك لتعطيل النادي الاهلي حاولوا كتير جدا في موسم كتير جدا حاولوا كمان في الموسم الفاضي الماضي لو انتم متذكرين لكن الاهلي ضرب المثل في التحدي وفاز باصعب بطول الدوري يمكن من 20 او 30 سنة في الموسم الحالي الاهلي يتصدر عن جدارة لكنهم لا يتوقفون عن محاولات الهدم كل يوم حكاية مرة عن مدرب مرة عن لعيب لكن جمهور الاهلي الواعي بيتصدى لكل هذه المحاولات لأنها محاولات رخيصة ليه بقى حفاظاً